الحالة الإبداعية ده ومسألة إنه يكون الفنان مسموح له إنه يضيف للنص ويمتازج مع النص بالحالة اللي تخليه يطلع بأبهى صوره شفناها مع حضرتك وسمعنا الكلام ده من مايسر نادر عباسي وشفناها مع شهد شهد عز الأسطول شفناها وهي موجودة على المسرح وأداء يعني غاية في الرواعة ده متوحشة ربنا يحفظنا منها ربنا يحفظنا طبعا وإنت بترشحها يعني ما كنتش الآن برضو أنت تكون إنت وهي في عمل كبير زي ده كنت بتجهزه إزاي يعني لو الواحد الآن لوحده إنه مشارك فدي مشاركة أسرية فدي مشاركة أسرية ده كده يعني مستوى القلق مسؤولية كبيرة إنك تكون موجود في حدث ده لا أنا أقولك بالترتيب أنا فكرت فيها إزاي لو أقولك بالأمان يعني ربنا الأول هو اللي بيعمل الحاجات كلها عايز الحاجة تحصل هتحصل شئة أم أميت تاني حاجة مايسترو بجد عنده من الأمانة الشديدة يعني ما بيجاملش يعني مثلا لو أنا غلطان في حاجة لا 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 عايز لا بيصاحيني يعني ما أنا أكيد كلنا بنغلط يعني فهو كان أنا عارف أنه عنده من الأمانة الشديدة إنه هو لما هيسمع شهد إن هي تليق في الحاجة خلاص لو قال آي بلا يبقى آي جدا يعني فساعتها أنا كنت كانت هي بتغني كده موال حاجة كده برضو شمال إفريقي اللي أسمى المنور تقريبا أو حاجة فقلت لا أبعثه لي وأنا في النماء عايز فعلا أبعثه للمايسترو فقعدت غلبتني شوية قبل ما بعثته بتاع غنته على التليفون ومش عارف إيه بتعجي ثلاثة أربعة تامية ما أنا مش بقى إله ليه أنا مرتلاش ليه خلص بقعتيني الموال اللي أنا بحيبه شد شم مش عايز تعلقها بالموضوع يعني ما بحيبش أسبق الأحداث فراحت بقعته لي فقلت لي ما أسرو أنا بنتي بتغني مش فاكر قلت عليها مصطلح كده كبير يعني يعني مصطلح كده يدحك يعني فاستماعها قال لي ده فعلا زي ما أنت قلت زي ما سمع صوتي لمستر سعدي جوهر ربنا يا ربي يعني يعني يكريمه سمع شاهد برضو فقال له لا عايزينها عايزينها جدا 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 والموضوع مشيه وبتدت بقى إيه بس شاهد بقى كان حظاهله في حاجة شاهد كان أول ما دخلت على الموضوع دخلت عليه أنه هو مصر قديم من الأول خالص من الأول آه يعني لو هنفترض أن هي السعداداتها كلها كانت لكده بالضبط يعني أنا أفترض أنه هو لو المايسروس معها قبل الحفلة مثلا بشهر ونص مثلا فالشهر ونص هي قاعدة بتحفظ وبتذكر اللي هي خلاص بقى في دمها لكن أنا يا حاول الله مسكين والله عندك من الخبرة ما يكفي عندك من الخبرة ما يكفي أنك تتعامل مع أي نص أي أن كان تغير اديه وقت بس أكيد عندي من الخبرة في اللي أنا عشته أو اللي أنا عملته مش في اللي أنا ما عملتوش طيب حلو اللي أنا عشته واللي أنا عملته